موسيقى سلام من الله عليكم عزائي المشاهدين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من الصحافة اليوم والبداية كما جرت العادة بإطلالة سريعة على أهم العناوين البداية من موقع اليمن اليوم وفيه نقرأ طلاب مديرية حريب يعودون إلى مدارسهم بعد أشهر من التوقف مقتلوا مواطن برصاص مسلحين مجهولين بأبيان احتدام صراع الأجنحة داخل ميليشيا الحوثي وكالة الثاني من ديسمبر أوردت العناوين التالية مجرم حوثي يقتل ثمانية من أفراد أسرته في ذمار النازحون بمارب يطالبون بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية ومحاكمة قياداتها كمجرمي حرب الساحل الغربي أورد الآتي معركة تحرير حرط تزحف على الأحياء الأخيرة نازح مارب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي شركاء الحوثيين حرب الطائرات المسيرة إيران تختبر أسلحتها بأيدي الحوثيين كالة خبر طالعتنا بالعناوين التالية عدن انفجار عنيف استهدف السيارة قيادي عسكري في القوات البحرية تضييق الخناق على الميليشيا بعمق حرض حجة وإحباط هجمات وإسقاط ثمان مسيرات ميليشيات الحوثي تبتكر حيلة جديدة لفرض جبايات غير قانونية على طلاب المدارس الحكومية في موقع نيوز يمن نقرأ هجمات الحوثي على دولة الإمارات من يدفع فاتورتها سلفا مكينزي الصواريخ التي أطلقت من اليمن على الإمارات صناعة إيرانية معارك قرب مستشفى حرض والجيش يصد أربع هجمات للحوثيين جرائم تفوق القاعدة وداعش إجماع يمني على تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية موقع المنتصف أورد الآتي ضبط لخير قادم من صنعاء إلى المهرة أبناء تهامة يرفضون دعوات تحشيد الحوثية في صحيفة الشارع نطالع طلاب في كلية الهندسة يعثرون على زميل لهم مشنوقا على إحدى الأشجار في حرم جامعة صنعاء القوات الحكومية تتوغل في الأحياء الجنوبية لمدينة حرض وتكسر هجوما حوثيا إلى الشرق منها من الصحف العربية الشرق الأوسط محادثات فيينا تستأنف اليوم وطهران تعود بخط أحمر واشنطن الاتفاق ممكن لكن طهران تطور قدراتها النووية أمريكا ترسل المدمر كول ومقاتلات F-22 إلى الإمارات في موقع الحدث الإخباري نقرأ معارك عنيفة في مأرب وخسائر فادحة في صفوف الحوثيين اليمن نازحوا مأرب يطالبون بوقف الانتهاكات الحوثية بحقهم في موقع سبوتنيك واشنطن نواب جمهوريون يهددون بإحباط اتفاق نووي مع إيران روسيا اليوم طالعنا انخفاض وسعر النفط في ظل أنباء إيجابية عن الاتفاق النووي الإيراني وآخيرا من فرانس بريس النووي الإيراني واشنطن تعتبر التوصل إلى اتفاق مع طهران أمرا ممكنا إذا أنجز بسرعاه أنقذوا أطفال اليمن من بئر الإرهاب الحوثي تحت هذا العنوان نطالع مقالة للكاتب جلال محمد رحل ريان الطفل الذي أيقض الضمير الإنساني ووحد من البشر دون تمييز حوله وحول مأساته التي ظل الناس مشدودين لمعرفة نهايتها وتابعوا بكل اهتمام محاولات إنقابه كان قدر ريان أن يسقط في البئر دون تعمد فتسلطت كل الأضواء الإعلامية حوله رحمة الله عليه فيا ترى متى تتسلط الأضواء على أطفال اليمن الذين أسقطهم الحوثي عمدا في بئر الجوع والظلام وأرسلهم إلى أقصى درجات البؤس والحرمان في بلادنا ألف ألف ريان يهوي به الحوثي يوميا إلى قاع سحيق من التخلف والكهنوت ويعمد على تسليمه لقمة سائقة لمخطط ملالي طهران من خلال زرع ثقافة الموت والإرهاب ويعزز ثقافة عدم القبول بالآخر ورفض التعايش السلمي فهل يستحق أطفال اليمن عمليات إنقاذ من هذا القول والظلام والمجهول والإرهاب الذي يرسمه الحوثي لهم أطفال كثر بتلت ألغام الحوثي وعبواته الناس فأطرافهم ليرافقهم الألم والعجز ما بقي لهم من عمر في حياتهم يموتون بالحسرة ويتألمون دون أي التفاتة صادقة تجاههم فقد سلم المجتمع الدولي مصيرهم للحوثي وغضت طرف عن كل جريمة بحقهم ريان ليس إسما لشخص واحد تعرض لمأساه بل صحوا يفترض أن تستمر للضمير والتضامن الإنساني ليبحث عن مأساة الأطفال في كل العالم وحينها سيجد أن الملايين من ريان قد سقطوا في أبار صحيقة من العوز والانتهاكات والاستهداف ولا شك أن أطفال اليمن نانوا القصة الأكبر من القتل والجوع والانتهاك على يد ميليشي الحوثي التي جندتهم وأعدم طفولتهم في جبهات قتالها العبثي انتهت مأساة ريان وارتقت روحه لبارئها وبقيت مأساة أطفال اليمن وستتزايد ما دم الحوثي عبث دون رادع وما دم الإعلام يتعامل بخجل مع ما يتعرض له اليمن واليمنيون على يد ذرع إيران في اليمن في قراءة للخبر الذي سنناقشه طالعنا موقع الحدث الإخباري تحت عنوان مفاوضات فينا تستأنف واتفاق في متناول اليد بشرط تستأنف اليوم الثلاثة في العاصمة النمساوية فينا الجولة الثامنة من مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني بعد استراحة دامت نحو أسبوع عاد خلالها المفاوضون إلى عواصمهم بغية اتخاذ قرارات سياسية حاسمة قبل العودة إلى طاولة تفاوض فقد أعلن أمس الاتحاد الأوروبي والمبعوث الروسي ميخايل أوليانوف أن الجولة ستستكمل اليوم كما اعتبر أوليانوف أن المفاوضات وصلت إلى مرحلتها النهائية التي تتطلب تصميما وجهودا حثيثة من قبل جميع المشاركين للوصول إلى الهدف المرجو ألا وهو الاستعادة الكاملة للاتفاق النووي ورفع العقوبات إلى ذلك قال في مقابلة مع صحيفة كومرسانتا الروسية نحن على بعد خمس دقائق من خط النهاية كما كشف أنه تم وضع مسودة الوثيق النهائي لافتا إلى وجود عدة نقاط عالقة تحتاج إلى عمل أكثر لكنه عاد وأكد أن الوثيق باتت على الطاولة لمناقشة هذا الموضوع واستئناف مفاوضات ذينا أرحب بضيفي من القاهرة هند الضاوي الخبيرة في الشؤون الإقليمية والدولية أستاذ هند مرحبا بك مرحبا بكم بالمشاهدين وهي تحية أيضا لمن سينضم إلينا عبر الهاتف فاصل ونبدأ النقاش أستاذ هند كما جاء في الخبر اليوم تستأنف الجولة الثامنة من مفاوضات ذينا هل بمقدورنا القول أن هذه المفاوضات دخلت مرحلة الحسم وإلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الجولة الأخيرة في ظل الحديث من قبل المبعوث الروسي عن وضع مسودة الوثيق النهائي يعني مبدئيا تصريحات أوليانوف من الجولة الأولى لا يمكن التعويل عليها لأنها دائما تأتي متفائلة أكثر من اللازم أعتقد أن أوليانوف كان له تصريحات مماثلة في الجولات الثابقة وتحدث بأننا اقتربنا من عقد اتفاق نموي شامل وأن الأمور تسير على ما يرام وأن المجموعة الغربية بمشاركة روسيا والصين مع إيران حقق تقدما ملموس وهذا الكلام عاري تماما من الصحة وإذا عدنا إلى تصريحات أوليانوف في الجولة السابعة تحديدا هو خرج للعلن ينتقد إيران ويقول بأن الجولة لم تحرز أي تقدم بسبب أن إيران جاءت على قاعدة تضيع الوقت وبالتالي أعتقد حتى بالشكل العام هناك تصريحات اليوم من أمريكا وحتى من إيران اتفقتها الطرفان على أنه لم يتم التطرك إلى الملفات الشائكة أو الأكثر أهمية في الملف النووي إيران تطالب بإلغاء العقوبات بشكل كامل وليس فقط العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي التي أبدت الولايات المتحدة الأمريكية نيتها لرفعها وبالمناسبة هذه العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي لا تمثل شيء بالنسبة للوضع الاقتصادي الإيراني لأن معظم العقوبات اللي فرضها دونالد ترامب على إيران كانت مرتبطة بتحركاتها في منطقة الشرق الأوسط هنا إيران تعتقد أنها لم تأخذ المرجو من عودة لمباحثات بيننا مرة أخرى النقطة على الجانب الآخر بأن الولايات المتحدة الأمريكية متمسكة بعقد اتفاق شامل وليس اتفاق نووي اتفاق شامل يشمل عدة ملفات أخرى أهمها القوى الباليستية الصاروخية لإيران واليوم رئيس قطاع أو رئيس القوات الجوف فضائية الإيرانية بالمناسبة تحدث عن صاروخ باليستي جديد لم تفصح إيران عنه وبعد سيكون ذو قوات خارقة بمعنى أن إيران ما زالت متمسكة بالملف الذي يشكل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الملف الثاني يتعلق بانتشار الميليشيات الولائية التابعة لإيران في منطقة الشرق الأوسط سواء كانت سوريا أو لبنان أو حتى الحوثيين في اليمن وأيضا الميليشيات التي تعرقل تشكيل الحكومة واختيار الرئيس في العراق كل هذه الملفات أو الموضوعات الشائكة تنضم أو تندرك تحت بند التمدد الإيراني في منطقة الشرق الأوسط هذا الملف يصعب التوصل إلى اتفاق أو حسم فيه في ساعات أو في أيام أو في جوالات لابد أن يكون هناك إعداد ترتيب مشهد كامل للوضع أو لعدد من الدول المتواجدة أو المنخرطة إيران في الحرب الداخلية حتى نستطيع أن نحرص فيها تقدما يأتي ملف ثالث وهو الملف الخاص بإيران وهو ملف داخلي منها اعتقال مزدوجة الجنسية وأخزوم كراها للتفاوض مع الغرب بالإضافة لحقوق الإنسان وغيرها من الملفات ماذا حقق هذا التفاوض حتى الآن لم يحقق أي حسم للملفات الأكثر أهمية التي تشكل أهمية للمعسكر الغربي وحتى تشكل أهمية روسيا وللمجموعة الخالجية شركاء وحلفاء أمريكا وأيضا لإسرائيل اليوم هناك تصريح في غاية الأهمية لرئيس وزراء إسرائيل نفتالي بيرنت وهو يقول أنه خد موافقة مفتوحة على التحرك الصريح أو كما تشاء إسرائيل تجاه إيران حتى في حالة عقد اتفاق نووي في فيينا وهذا التفويد أخذته من أمريكا جو بايدن ما يعني أن الأمور حتى الآن معقدة بشكل كبير ولذلك لا يتوقع أن يتم اتفاق في هذه الجولة اتفاق شامل ربما يكون هناك اتفاق مؤقت قدمته روسيا في وقت سابق وكانت تحاول أن تقنع الطرفين به وهو الطرف الأمريكي والطرف الإيراني نعم أستاذ هند في ظل هذه السردية للمشهد والتي يبدو أن الخروج باتفاق في هذا التوقيت يبدو صعبا في ظل لعبة أيضا عض الأصابع إلى أي مدى يمكن أو ما هو الطرف الأقرب للخروج منتصرا من هذه اللعبة يعني خصوصا أن الطرف الإيراني يتحدث عن أن رفع العقوبات خط أحمر في المقابل الطرف الأمريكي يتحدث بأن الاتفاق ممكن إذا أنجز بسرعة من هو الطرف الذي يبدو سيخرج منتصرا من هذه اللعبة؟ الاتفاقات السياسية بشكل عالي لا يمكن حسابها بشكل فائز وخاس لابد أن تحقق المعدل المتوسط لكافة الأطراف حتى تستطيع أن تعقد اتفاق خاصة أن هذا الاتفاق لا يأتي مثلا نتيجة حرب وضغوط أو هناك أي طرف خاسر أو تحقق له هزيمة عسكرية داخل المعركة وبالتالي أعتقد أن الفكرة أو الاختلاف بأن المعسكر الغربي وحلفاء في منطقة الشرق الأوسط أكثر قوة من إيران هذا بفعل الطبيعة والواقع والمتغيرات السياسية والعسكرية والقوة في منطقة الشرق الأوسط إيران في النهاية تعتمد على طريقة الحرب الغير متكافئة كان أقوى سلاح لها في هذه الحرب هو قاسم سليماني لكن أستاذ هند في هذه النقطة ألا ترين بأن أمريكا ترامب كانت أكثر قوة فيما يتعلق بالتفاوض مع إيران في ظل سياسة العقوبات القصوى ترامب قال أن الاتفاق النووي كان أكبر مشكلة حدثت لأمريكا فيما يتعلق بالاتفاقات أحادية الجانب في المقابل بايدن يتحدث بأن الاتفاق مهم للأمن القومي الأمريكي ألا ترين بأن الانسحاب من سياسة العقوبات القصوى جعل أمريكا في موقف ليس بالموقف القوي بدليل أن الجمهوريين في الكونغريس الآن يطالبون بعدم الوصول إلى الاتفاق أولا الفيصل في القوة ليست التصريحات الفيصل في التحرك على الأرض أنا لا أرى أن إدارة دونالد ترامب تراجعت قيدة أمملة عن سياسات دونالد ترامب من السابق ولكن دونالد ترامب شخصيته تقترب من الشخصية الإيرانية هو يحاول دائما تسويق المواقف السياسية بشكل مثير للاستغراب وفكرة فرد العضلات الفكرة التي مسيطرة على النظام الإيراني بشكل عام لكن على أرض الواقع لم تتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن ملفاتها الاستراتيجية وهنا نقطة مهمة لابد توضحها بأن هذا القرار ليس صانعة النخبة السياسية الأمريكية على أي حال القرار السياسي يؤخذ في أمريكا بناء على تقارير المؤسسات العميقة كالبينتاجون والاستخبارات الأمريكية وغيرها وبالتالي أعتقد أن حتى إذا خطأ الرئيس الأمريكي أي خطوة تتعارض أو تتقاطع مع مصالح المؤسسات العميقة لا يجد من ينفذها والدليل على ذلك أن دونالد ترامب حين طلب قواته من شمال سوريا أو شمال شرق سوريا بالانسحاب خرج البينتاجون وأمرهم بالاستمرار في عملهم هذا ما يحدث الآن يعني البينتاجون اليوم أو قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كيند ماكينزي تحدث اليوم بأن الحوثيين يتصرفون تصرفات طائشة في منطقة الشرق الأوسط وأن أمريكا عززت قوتها وقوات حلفائها في التصدي لهذه الهجمات وتحدث بأن عودة تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية هو الأمر يتعلق بالنخبة السياسية والديبلوماسيين في أمريكا بمعنى أن النخبة السياسية تتحدث كثيرا عموما في كل البلدان خاصة لما يكون هناك شخص مسيطر على النظام كدونالد ترامب أو حتى كما نرى التصريحات الإيرانية لكن على أرض الواقع لا يوجد تغيير هناك تمسك كبير من إدارة بايدن بالملفات الرئيسية ومن أهمها ملف الشرق الأوسط بالنسبة لإيران والقوى الباليستية لأن المصالح الأمريكية والغربية في الإمارات وفي السعودية وغيرها هي مصالح بمليارات وبالتالي لا أعتقد أن التحرك الأمريكي ضد إيران يكون من أجل أنطقة الخليج أو العرب هو من أجل مصالحها في الدرجة الأولى وهي لا يمكن أن تترك منطقة الشرق الأوسط أمام إيران ومن بعدها حلفائها سواء كان الصين أو روسيا نعم للمزيد من النقاش أيضا أرحب بضيفي عبر الهاتف إسلام المنسي الباحث في الشأن الإيراني أستاذ إسلام مرحبا بك تحييك لحضرتك والضيفة الكريمة والأسد المشاهدين أحييك الله أستاذ إسلام المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال أن الوصول إلى اتفاق في مفاوضات فينا ممكن ولكن يجب أن يكون ذلك بسرعة لأن إيران تطور من قدراتها النووية إلى أي مدى هناك نوع من الاستعجال الأمريكي وأيضا إلى أي مدى إيران تراهن على التخلص من التزاماتها وتخصيب اليورانيوم بنسبة فوق 60% من أجل الخروج بأفضل المكاسب صحيح هو يعني يمكن وصه بأنه استعجال أمريكي رغم أن هذه المفاوضات بدأت منذ أبريل نيسان الماضي إلا أنها ما زالت مستمرة حتى اليوم ولم تحرز الهدف الذي بدأت من أجلك دعني أتحدث عن دوافع الاستعجال الأمريكي والإيران بنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي الطرف الأقوى فهي التي تمارس سياسة العقوبات في إيران وهي التي بيدها ترسانة سبيرة وجبارة من العقوبات الاقتصادية والضغوط الدبلوماسية وتستطيع حجد القوى الكبرى ضد إيران ولكن في المقابل إيران صحيح أنها تتوجع من العقوبات يوميا وأن هذه العقوبات التي فردت من 2018 وحتى اليوم تؤلم بشدة الاقتصاد الإيراني وهو اقتصاد ريعي يعتمد على تصدير النفط ويعتمد على هذه التصدير الخاني العالم الخارجي وغيره من القطاعات الاقتصادية التي ضربها بسبب العقوبات ولكن في المقابل إيران اخترعت أدارة ضغط على الطرف الأمريكي كي لا يكون الوقت في صالحه وهي سياسة التفعيد النووي قامت بالتفعيد النووي بعد قيام واشنطن فرض العقوبات والمسحاب من التفاق قامت إيران في العام التالي بالتفعيد النووي كل شهرين ثم وصلت التفعيد وما زالت تواصل التفعيد حتى اليوم بمعنى أن إيران أوصلت رسالة للغرب المفادها أنه صحيح أن الوقت كلما مر يوم كلما ازدادت ورقة العقوبات وازدادت الأزمة الاقتصادية فالوقت ليس في صالحه لكنه أيضا ليس في صالحكم لأنه كلما مر الوقت كلما اقتربت من إنتاج الكنبلاء النووية وبالتالي فإذا أنا وصلت إلى الاختراق النووي إذا تجاوزت حافة الاختراق النووي بمعنى استطعت إنتاج الكنبلاء والتي أصبحته الآن قبق وصيرنا وأدنى منها لن يكون بمقدوركم إرجاع الزمن إلى الوراء بينما أنا سيكون بمقدوري إرجاع الزمن إلى الوراء كما حدث من قبل حين توقيع الاتفاق في 2015 حينما رفعت العقوبات عن إيران انتعشت القطاعات الاقتصادية الإيرانية واستعادت إيران عافيته لكن الغرب إذا امتلكت إيران من الكنبلاء لن يستطيع أرجاع الزمن إلى الوراء وتعويض خساراته مرة أخرى فبالتالي الزمن ليس في صالح أحد من الطرفين لكن الغرب هو الآن الأكثر استعجالا لأنه يعلم أنه إذا خرج المارد من الكنكمكم بحسب تعبير مجيل وكالة الزرية التاقة الزرية الدولية أنه إذا خرج المارد من الكنكم لن نستطيع أرجاع مرة أخرى بمعنى أنه إذا دخلت إيران النادي النووي لن نستطيع إخراج إيران من هذا النادي النووي فبالتالي هناك استعجال في إحراز أي تقدم في الملف النووي من أجل وقف هذه الساعة الرملية التي شارفت على الانتهاء والتي بعبارة أخرى تعني حصول إيران على سلاح النووي أرجو أن تبقى معي أستاذ إسلام بالعودة إليك يا أستاذ هند واستمعت إلى ما تفضل به الأستاذ إسلام من أن إيران ربما أكثر صبرا فيما يتعلق بهذه المفاوضات وأنها ربما تشكل ضغطا من خلال التخلي عن التزاماتها فيما يتعلق بالأنشطة النووية وتخصيب اليورانيوم تعليقك يا أستاذ هند أولا فكرة تتصدير أن الملف النووي هو الملف الأساسي ورئيسي في التعامل ما بين إيران وما بين الغرب أنا أستبعد هذه النظرية فكرة أن إيران أو اتفاق عام 2015 كان محجما لقدرة إيران النووية هذا الأمر عاري تماما من الصحة والدليل على ذلك ما رأته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقعين طانزو باراشين بمعنى أن اكتشفت إسرائيل حينما سرقت الملف السري النووي من قلب تهران في عام 2018 أن إيران لم تلتزم حتى بما وقعت عليه فيما يخص الاتفاق النووي وأنها كانت لديها أماكن تخصب فيها اليورانيوم بمعدلات أعلى من أربعة بكثير ربما بعشرين وأكثر وأنها كانت تسير على قدم وصاق في فكرة امتلاك القنفولة النووية وبالتالي لا أعتقد أن فكرة العودة للاتفاق النووي ستكون محجمة بشكل كبير لإيران إيران عجلا أم أجلا كانت تسير نحو امتلاك القنفولة النووية ولكن الإضافة أن عام 2015 هذا الاتفاق أعتها مساحة أيضا للتحرك الاقتصادي بشكل أقوى وامتلاك المقدرة الاقتصادية على التمدد إقليميا وعلى تطوير منشأتها النووية وقواتها الساروخية ولذلك أنا أعتقد أن أمريكا تدرك هذا الأمر جيدا إيران تعلن مرارا وتكرارا أنها ليس لديها مشكلة في العودة لالتزامتها النووية في مقابل رفع العقوبات بشكل كامل وعدم التطرق للملفات الأخرى قوة إيران الحقيقية هي القوة الساروخية وامتدادها في منطقة الشرق الأوسط لأننا إذا نظرنا إلى احتمال استخدام إيران للمشروع أو لسلاح النووي في العالم كل هذا الأمر أبعد من المستحيل لأن قبل أن تفكر إيران في استخدام السلاح النووي أو القنفولة النووية في صراعتها سواء في المنطقة أو مع الدول الغربية ستكون دمرت بالكامل بالأسلحة النووية إسرائيلية والأمريكية والفرنسية وغيرها وبالتالي القوة التي تحميها فعلا وتمنع فكرة الحرب المباشرة عليها فزاعة النظام هي القوة الفلسطية وامتداد الميليشيات بتطويق الخليج وإسرائيل وحتى الوصول إلى إفريقيا اليوم هناك تصريحات في غاية الأهمية وأوراق سرية تتحدث بأن إيران بدأت تدرب أجيوش من الأجانب على تهديد الأمن البحري أو القوة الإرهابية البحرية في إفريقيا وبالتالي أنا أعتقد أن أهم أهداف إيران في هذه المرحلة هي حصر التفاوض في الملف النووي مقابل رفع العقوبات فكرة أن نترك الملفات الأخرى ونضع سقلنا وتركزنا على الملف النووي هذا ما ترغب فيه إيران لأنها في النهاية عندها يعني عقيدة شرعية في الداخل تمنعها أو تحرم امتلاك السلاح النووي وهي تدرك أن السلاح النووي لن يعطيها قيمة ربما في موازن الردع يعطيها قيمة ولكن في النهاية فكرة استخدام السلاح النووي مستبعدة لكانت كوريا الشمالية استخدمت السلاح النووي وكثير من الدول التي لديها خلافات مع الغرب وهي أقوى من إيران كما ذكرت كما كوريا الشمالية أمريكا تعلم ذلك ولذلك هي دائما تستخدم فكرة أن الباب أصبح موارب أمام إيران وأن الوقت يصرقنا وأن إيران لوصلت لمرحلة القنبلة النووية وهي بالفعل وصلت مسألة سعيد أنا أتذكر أن هناك تصريح لرئيس الوكالة الدولية مدير الوكالة الدولية للطاقة الزرية منذ أكثر من شهر قال أن إيران أمام ثلاث أسابيع فقط لامتلاك القنبلة وأن المعضلة الثانية هي امتلاك الصواريخ القادرة على حرم الرؤوس النووية وبالتالي أنا أعتقد أن الملف النووي ما زال تحت السيطرة ولكن الفكرة الأساسية هي قبول إيران بتضمين ملفات أكثر أهمية لمنطقة الشرق الأوسط من الملف النووي وهذا لا يعني أن الملف النووي ليس مهم ولكن أيضا هناك ملفات لا تقل أهمية عنه ومن ثم نتحدث عن رفع كامل لمجمل العقوبات نعم بالعودة إليك أستاذ إسلام هل ترى بأن المفاوضات هذه سوف تتطرق إلى ما يتعلق بمخاوف حلفاء أمريكا في المنطقة من سلوك إيران المزعزع للأمن والاستقرار من برنامج إيران الصاروخي من دعمها لأذرعها في المنطقة بالمال والسلاح أم أن إيران من خلال ضغطها والتخلي عن التزاماتها في البرنامج النووي ربما تصل إلى ما تصب إليه بالنسبة للجانب الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية لا تخفي نيتها على مدار هذه الإدارة إدارة بايدن حتى في ظل إدارة ترامب من أنها تريد العودة إلى الاتفاق النووي بالتزاماته المعروفة القديمة بالإضافة إلى فرض قيود على البرنامج الصاروخي والتوسعات الإقليمية وتهزال الرهابية الإيرانية هذه أهداف لا تختلف عليها الإدارات الأمريكية سواء إدارة ترامب أو إدارة بايدن لا يختلف عليها الجمهوريون أو الديموقراطيون لكن الخلاف في الوسيلة بمعنى أن الترامب نسح من الاتفاق من آجل الوصول إلى اتفاق أطول وأقوى يعني هو يشمل برود أكثر تشمل برنامج الصاروخي والتوسع الإقليمي بالإضافة إلى أنه وقته يكون أطول لأنه وقت هذا الاتفاق قصير جدا إدارة بايدن تريد ذلك لكن تريد أولا كما تقول يعني تريد إعادة إيران إلى العلبة ثم البحث بعد ذلك في المسائل الأخرى لكن بعد ضمان إيران أطبعت ملتزمة بالتخصيب المنخفض لليورانيوم وتخضع للتفتيش الدولي وإلى ذلك ثم نبحث الملفات الأخرى بالنسبة للجانب الإيراني إيران برنامج النوو لديها له هدفان هدف آني مرحلي وهدف نهائي طبعا في النهاية إيران تريد امتلاك الكمبيلة النووية وهي يعني هذا الهدف عليه أدلة كثيرة جدا يعني أدلة وجدت أثر تخصيب عالي أشياء كثيرة جدا 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 يمكن اعتبارها أدلة أو شوائد على أن إيران بالفعل تمتلك رؤية لبرنامج نوي عسكري وحتى الفاتوى التي حرموا بها بإمتلاك من الكمبيلة النووية يعني سبق أول حدادهم بتترجع عنها ولكن يعني هذا ليس الهدف الآن الهدف الآن هو استخدام هذا البرنامج اجتزاز القوة الكبرى والضغط عليها في سبيل تحقيق الأهداف الأخرى وهي إبعاد الضغط الغربي عن البرنامج الصاروخي والتوسع الإقليمي آآ وتقديم هذه الضمانات النووية يعني كوسية لتطمين القوة الكبرى لصرف لصرف الانتباه عن قضايا أكثر إلحاحة بالنسبة لإيران وبدونها لن تتم لن يتم التحديد النوى مثل البرنامج الصاروخي لأن وجود قنبلة دون وجود وسائل إيصال هذه القنبلة كالصواريخ آآ الباليستية سيضعف من تأشير الرضع النووي الإيراني فأعتقد أن هذا البرنامج النووي له وظيفة مختلفة الآن ليس الآن الهدف في إيران أن تمتلك القنبلة غدا أو بعد غد بل الهدف هو أن يكون هذا البرنامج أداة ضغط على الغرب كي آآ تقدم إيران تنازلات آآ يعني لها حجم معين ووقت معين في حيال هذا الملف في مقابل إطلاق يدها في البرنامج السباروخي كما حدث قبل ذلك في عام سين وخماتاشر في الاتفاق القديم وحتى الآن وحتى الآن إيران نجحت في هذا الاتجاه حتى الآن المفاوضات تركز على مضوع البرنامج النووي وإيران ترفض إضافة أي قيود جديدة والولايات المتحدة الأمريكية تقبل بذلك بشكل مؤقت في مقابل أن يتم تسكين مخاوفها بخصوص الكمبيل النووي ثم بعد ذلك نبحث الأمور نعم إسلام المنسي الباحث في الشؤون الإيرانية كنت ضيفي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك بالعودة إليك أستاذ هند في ظل هذه المعطيات في ظل أيضا الموقف الأمريكي من أن العقوبات لن ترفع بشكل كامل وأن جزء منها يتعلق بنشاط إيران المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة في المقابل الموقف الإيراني يتحدث عن أن رفع العقوبات حزمة كاملة خط أحمر ومن أجل المضي قدما في الاتفاق يجب رفع هذه العقوبات إلى أي مدى يمكن الخروج بمقاربة ترضي الطرفين أعتقد أن فكرة الوصول إلى مقاربات ليست صعبة حتى لو تأخذ بعض الوقت لماذا؟ لأن المعطيات الحالية للوضع في إيران ربما تدفع النظام من خلال رئيسي لعقد اتفاق لابد أن يكون هناك عقد اتفاق لعدة أسباب السبب الأول بأن النظام الإيراني والشارع الإيراني الآن يعني يعشعر بأن الحرب في سوريا التي دفع من أجلها الغالي والنفيس لم تأتي أقولها بل بالعكس ذهبت برمتها نحو روسيا وروسيا الآن مسيطرة بشكل كبير حتى على المشاريع المحدودة لإعادة الإعمار شهدت تصريحات للجنة الاقتصادية الروسية الإيرانية السورية الجانب الإيراني يتحدث دائما بأنه يحاول أن يأخذ عدد من الصفقات في الداخل السوري ولكن لا تلقى رد من الجانب السوري وهذا ربما له علاقة بأن سوريا شعرت بأن إيران ورطتها في حرب واستهداف مباشر مع إسرائيل وأن الهدف الأساسي للنظام السوري الذي أتى بإيران من أجله لم يتحقق وهو عودة السلطة كاملة في يد حكومة دمشق بل الأمر أصبح مجرد ملف من ضمن الملفات الإيرانية في التفاوض مع الغرب وهذا بالطبع لم تقبلوا سوريا ولا النظام السوري الحالي النقطة الثانية بأن السيطرة الإيرانية على الميليشيات العراقية في وقت قاسم سليماني لم تعد موجودة بل بالعكس فقدت شعبيتها وجهدنا أن هناك الكثير من المناطق الشيعية أو ذات الأغلبية الشيعية في العراق تخرج لتطالب بأن تخرج إيران وكل ميليشياتها من العراق وتتم استعادة الدولة الوطنية ما يعني أن إيران الآن لديها يعني معضلات كبيرة معضلات اقتصادية هي تعرف أنه عجلا أم أجلا لن يكون لها حواضن شعبية في المنطقة العربية وأن الشعوب العربية ماذا بخصوص اليمن يعني إيران كانت تمني الحوثيين بالإفطار من تمر مأرب كان ذلك في رمضان الماضي الآن تغيرت المعادلة على الأرض من خلال تطهير مديريات شبوة ثلاث وأيضا التحول من الدفاع إلى الهجوم فيما يتعلق بالجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب كيف تقرأين يعني ورقة اليمن بالنسبة لإيران ودورها في مفاوضات فيينة ما يعطي اليمن أولوية على طاولة فيينة هي أن ملف اليمن مرتبط ارتباط وصيق ولطيق بالملف الأمن الخليجي وبالتالي المملكة العربية السعودية والإمارات وهم خلفاء للولايات المتحدة الأمريكية والوضع الاقتصادي أو الربط الاقتصادي ما بين مؤسسات الخليج وإمداد الدول الخليجية للطاقة للدول الغربية كل هذه العوامل تدفع أمريكا دائما لوضع الأمن الخليجي يعني عين الاعتبار هذا ما يعطي اليمن أولوية بالنسبة للمعسكر الغربي بالنسبة لإيران تحديدا اليمن الأساسي أن الحوثيين هم النظام الأكثر أو الزراعة الأكثر رعونة في يد إيران لأنه ليس لديه إمدادات ولا قوة إلا التي تعطيها له إيران بعكس الكثير من الميليشيات العراقية التي لديها مشروع الاقتصادية وسيطرة على مفاصل الدولة العراقية وبالتالي هي لديها قدرات على التعامل بمساحة هامشية أو بالخروج باستقلالية عن الأجندة الإيرانية الأمر نفسه لحزب الله حزب الله قوة مستقلة بذاتها ولديها مؤسسات اقتصادية على مستوى العالم وشبكة علاقات كبيرة وتوغلات وبالتالي لا يمكن أن تعطيها الأوامر كما تعطيها للحوثيين بالإضافة أيضا إلى أن البعد الجغرافي ما بين اليمن أو ما بين الحوثيين والأمن الخليجي يعطي أولوية بالنسبة لهذا الملف نقطة في غاية الأهمية أن الحوثيين نفسهم غير قادرين على الدخول في عملية سياسية هم يعلمون بأن قدراتهم الحالية فقط يعني مسك السلاح وإثارة الفتن واستغلال الوضع من أجل تعظيم قوتهم لأن على الأرض يعني كجماعة أو كقوة هم غير مؤهلين للتعامل السياسي والدبلوماسي والانخراط ولن يكون لهم شعبية وبالتالي الحوثيين يرى أن أفضل له أن يبقى كذلك ولكن إيران على سبيل المثال أعتقد أنها تريد أن تقدم هذا الملف في مقابل أن تحصل على الكثير من الامتيازات وهذا ما تلعب عليه ولذلك نجد أن النهاردة أو اليوم الرئيس الإيراني والخارجية الإيرانية تحدثون عن استئناف المباحثات مع الجانب السعودي لابد أن نستغل لذلك إيران قادرة على حسم ملف اليمن إذا أوقفت الإمدادات عن الحوثيين وبالتالي لابد أن توقف فيها الإمدادات لأن في هذه الحالة الحوثيين ليس لديهم موقع أخرى للإمدادات بعكس الجهات الأخرى ولكن إيران لن تترك هذا الملف إلا إذا حصلت على ما تريده من مباحثات فينا ولكن على أي حال الملف اليمن يشكل أولوية بالنسبة للملفات المطروحة في فينا للأسباب يعني السابق ذكرها ولا بد أن يكون هناك يعني تحرك على الأرض كما ذكرت في معارك مقرب وشبوة وغيرها يتكافأ مع يعني يعظم أوراق السعودية والإمارات الإيرانية نعم هند الضاوي الخبيرة في الشؤون الإقليمية والدولية أشكرك جزيلا شكرا على هذا الطرح شكرا وشكرا دائما وأبدأ لكم عزيزي المشاهدين على حسن المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر